مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ هذه أول الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم في معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن وهو أنه يتضح له مسألة الناسخ والمنسوخ من الآيات وهذا مبحث مهم من مباحث علوم القرآن بل من مباحث أيضا مصطلح الحديث وكذلك من مباحث أصول الفقه فقل أن يوجد تصنيف في فن من هذه الفنون الثلاثة إلا ويذكر فيه مبحث الناسخ والمنسوخ لأنه يتعلق بأمر مهم من أمور الشريعة وهو أن هناك أحكاما جاء ذكرها في القرآن أو في السنة وعمل بها برهة من الزمن ثم جاء ما ينسخها وينقلها إلى حكم آخر والناظم سترون فيما بعد أنه لم يفرد هذا بمبحث مستقل لا هو ولا بالخاص والعام ولا المطلق والمقيد وذلك لما يذكر كثيرا في فن الأوصول والمصطلح فأغنى عن ذكره هنا أما النسخ من خلال مرور عابر حتى نتصور وندرك معنى النسخ فالنسخ في اللغة يطلق على معنية يطلق ويراد به المحو والإزالة المحو والإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي مسحته وأزالته ومنه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وكذلك قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ويمحوه هذا هو الإطلاق الأول أما الإطلاق الثاني فيراد به النقل يراد بالنسخ النقل تقول مثلا نسخت الكتاب إذا نقلته إذا نقلته كتابة من مكان إلى آخر وليس من باب نقل الكتاب أي حمله وليس المراد من نقل الكتاب أي حمل الكتاب وإنما من الكتاب وهي أن تنقل ما في هذا الكتاب فتقول نسخته والمراد من المعنيين هنا هو الإطلاق الأول الذي هو المحو والإزالة هذا هو المراد بالنسخ في الإصطلاح وقد عرفه بعضهم بقوله النسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل آخر من الكتاب أو السنة وفي التعريف هنا أمران إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ فرفع الحكم كقوله تعالى كما سمعنا قبل قليل في صلاة الفجر إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذه آية نزلت أولا وكان حكمها أن العشرين يغلبون أن العشرين يغلبون مئتين في القتال وكان هذا أول التشريع وهذا هو الحكم الظاهر ثم جاء بعد ذلك التخفيف بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله بدل ما يكون الواحد في مقابل العشرين أصبح في مقابل الاثنين وهذا من تخفيف الله جل وعلا فهذا نسخ الآية الأخرى نسخة الأولى رفعت حكم الأول لأننا نقول في التعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه لأن عندنا شيء يسمى الدليل الشرعي سواء كان من الكتاب أو السنة لكن نحن هنا نتحدث عن ماذا عن الكتاب لأن حديثنا عن علوم القرآن فعندنا شيء يسمى الدليل الدليل الشرعي من الكتاب هذا الدليل إذا نسخ هذا الدليل إذا نسخ فإما أن ينسخ لفظه وحكمه وإما أن ينسخ الحكم دون اللفظ هنا ولذلك قالوا رفع دليل رفع حكم حكم دليل شرعي أو لفظه هنا في الآية التي ذكرناها ويسميها أهل العلم آية المصابرة يعني المصابرة في الجهاد هنا انتقل الحكم الأول مع بقاء اللفظ لكن قد يأتي ارتفاع حتى اللفظ ارتفاع حتى اللفظ وذلك مثل ما صح أن من القرآن قوله جل وعلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت آية تقرأ من القرآن ثم نسخت نسخ لفظها نسخ لفظها هذا معنى قول أهل العلم قوله أهل العلم أو لفظه يعني رفع اللفظ ومن خلال هذا التعريف نأخذ معنى عام نأخذ معنى عاما وهو أن النسخ إما أن يكون لنسخ الحكم والتلاوة أي الحكم واللفظ جميعا أو أن يكون نسخا للحكم دون اللفظ أو أن يكون نسخا لللفظ دون الحكم أو أن يكون نسخا لللفظ دون الحكم ومثاله الثالث هذا هو ما ذكرناه من الآية السابقة والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة فالأصل في رجم الزاني المحصن والزانيها المحصنة أصله الآية المنسخة لفظا مع بقائها مع بقائها حكما مع بقائها حكما على كل حال هذا مرور عابر على ما يتعلق بالنسخ من باب أن الناظم أشار إليه أنه من الفوائد كيف يكون أو كيف تكون الفائدة من خلال هذا الباب باب النسخ فيما يتعلق بأول ما نزل وآخر ما نزل نقول لأن الناسخ لا بد أن يكون هو الثاني والمنسخ هو الأول فإذا قلنا إن النزول منه نزول نسبي أي ليس أولية مطلقة يعني منه نزول أولية نسبية فحينذا نعرف أن آية الجهاد هذه آية المصابرة الأولى قوله تعالى فإيكم منكم عشرون صابرون هذه نزلت أولا ثم جاءت الآية الثانية فنستفيد من هذا أنها ناسخة ناسخة للأولى فمن أول ما يستفاد منه في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو النسخ ولا يثبت النسخ في الشريعة إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر من الدليلين سواء كان في الكتاب أو في السنة ولذلك أشار الناظم هنا إلى أن هذه من أهم فوائد هذا الباب مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ الناسخ هو الدليل الرافع والمنسوخ هو الدليل المرفوع هو الدليل المرفوع قال وهذه الفائدة الثانية ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر المفسر للقرآن لا بد أن يعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل سواء كان أولية مطلقة أو نسبية وسواء كان آخرية مطلقة أو نسبية المفسر لا يستغني عن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل لأنه لا يستقيم حكمه وبيانه في التفسير على الأحكام وما يتعلق بها إلا من خلال معرفة هذا الباب وإلا لحصل عنده شيء من الخل ولم يستقم ما يفسره وقوله هنا جل يحتمل معنيين أو أحد معنيين إما أن يريد بالجل الكثرة أو أن يريد بالجل العظم ولعل المراد هنا هو الثاني لماذا لأنه ليست أكثر آيات القرآن هي ما تتعلق بالناسخ أو المنسخ أو بأول ما نزل وآخر ما نزل فهناك آيات كثيرة وهي الأكثر في الأمر ليس لها علاقة بأول ما نزل وآخر ما نزل ويمكن أن يفسر المفسر هذه الآيات لكن يراد بالجل هنا العظم وهو أن أعظم آيات القرآن هو ما يتعلق بأحكام الشريعة أعظم ما يحتاج إليه المفسر هو ما يتعلق بأحكام الشريعة أي ما يجب على المكلف ومما يجب على المكلف من الأحكام ما دخل فيه النسخ يكون أول ما نزل يجب عليك فعل كذا وكذا ثم بعد ذلك ينسخ إلى حكم آخر فالمفسر إذن إذا لم يكن ملما بهذا الباب وبمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل حصل عنده شيء من الخلط ولذلك لا يستقيم جل ما يفسره ثم ذكر الفائدة الثالثة فقال وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي أيضا من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو أننا نشاهد ونقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالغزوات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة وأما في القرآن فآيات المغازي والآيات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ففي معرفة أول ما نزل منها وآخر ما نزل فائدة كبيرة وهي أنك تعرف متى كانت هذه الحادثة ومتى تاريخها وفي أي مكان كانت وهل هي متقدمة في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخره وما شابها ذلك هذه من الأمور المهمة وهي تتعلق بالمغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من كل سابر لها موازي السابر هو المتتبع السابر هو المتتبع معخذ من السبر وهو تتبع المسألة فكأن هذا المفسر أو طالب العلم يسبر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من خلال آيات القرآن ومن خلال معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل وقوله هنا موازي من الموازاح وهي المواجهة فكأن هذا الطالب من خلال دراسته لهذا المبحث كأنه يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في مقابلها ليراها رأي العين ويحتذي حذوها ويسير وفق ما سر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه ثلاثة أمور أو ثلاثة فوائد تتعلق بمعرفة هذا المبحث الأولى أنها تتعلق بالعلم بالناسخ والمنسوخ والثانية يستفيد منها المفسر لأجل أن يستقيم ما يفسره في باب الأحكام وكذلك تعرف بها السيرة والمغازي والسيرة هنا أعم من المغازي السيرة هي تشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه ويقظته وحديثه وما ونحو ذلك وأما المغازي فهي تخص ما يتعلق بغزواته صلى الله عليه وسلم فالسيرة أعم أعم من المغازي ونعرف أن في القرآن ما يدل على سيرته صلى الله عليه وسلم كما يدل على خلقه وإنك لعلى خلق عظيم أو ما يدل على المغازي كما جاء في سور متعددة ما يتعلق بغزوة أحد أو غزوة بدر أو غزوة تبوك أو نحو ذلك ثم قال الناظم وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف في مراد الناظم هنا أنه كيف تعرف أيها الطالب كيف تعرف صحة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن المسألة فيها أقوال كما سيأتي معنا ما هو الطريق الذي نعرف من خلاله أول ما نزل وآخر ما نزل هل هو بالاجتهاد هل هو بالتخمين أو ما شابه ذلك نقول الطريق الوحيد في ذلك هو التوقيف والمراد بالتوقيف حينما نقول التوقيف أي أن يكون ذلك من عند الشارع الحكيم إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من الصنة فإذا قيل مثلا العبادات التوقيفية فالمراد أنها موقوفة من حيث المصدرية على الشارع سواء كان من الكتاب أو من السنة ولذلك قال وصحة الجميع للحصيف الحصيف يراد به الفاهم الفطن هذا يقال له حصيف فإذا كان الرجل ذا فهم وفطنة وعقل وتمييز بين الأشياء فإنه يقال له يقال له حصيف فصحة أول ما نزل وآخر ما نزل لا تعرف إلا من خلال النص وذلك قال الناظم مقيد هذه المعرفة وهذه الصحة مقيدة بإيش بالنص والتوقيف والنص لو اقتصر عليه لكفى عن التوقيف ولكنه أضاف التوقيف هنا للتأكيد لماذا لألا يتطرق وهم إلى أن النص يشمل حتى من عدا نص الشارع كأقوال مثلا الصحابة أو التابعين التي يدخلها الاجتهاد بل المراد هنا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التوقيف وأما ما جاء عن الصحابة فقد مر معنا مرارا إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم التوقيف وإن كان فيه مجال للرأي فحين إذن يكون من باب اجتهاد الصحابي وأما التابع فلا مطلقا في هذه المسألة مقيد بالنص والتوقيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر